الحياة زمننا فريد لسه موجود معنا على الهوى نعرف منه مزيد من التفاصيل طبعا هو بيكلمنا من نقاط حدودية مختلفة كل يوم أو حتى من أسوان فالنهاردة فريد معنا في تغطية جديدة لطبيعة الأوضاع ومتابعة حركة النزحين من السودان لمصر فبرحب بيك يا فريد وصباح الخير ويا ريت تطمننا النهاردة إيه الأخبار عندك؟ صباح الخير يا حشام صباح برحب بيك مازلنا بنستكمل تغطيتنا من هنا من سوية من أسوان شوية من الحدود المصرية السودانية علشان نتابع يعني وصول أعداد كبيرة من إخواتنا السودانيين إلى الأراضي المصرية بعد استمرار الاشتباكات العسكرية عندهم في السودان لمدة يعني تفوق العشرين يوم لحد النهاردة أنا بكلمك وخلفي مباشرة خزان أسوان ومن خلفه الساد العالي الساد العالي اللي تبنى من ستين سنة علشان يعني يكون ليه مهمة أساسية ومهمة حيوية جدا بالنسبة للمعابر يا شام وضح لك الصورة مازال معبر أرجيني يعني بيستقبل أعداد بسيطة جدا من المواطنين لا أما الضغط كله فالحقيقة متواجد على معبر كوستل هو بيستقبل أعداد مازال بيستقبل كل يوم أعداد مازالت الأعداد الرسمية بنتكلم حوالين 22 ألف لكن بحسب كلام القنصل السوداني هنا في أسوان أو القنصل السوداني في مصر يعني السفير عبدالقادر عبدالله بيتكلم عن أن الأعداد تجاوزت ده بحوالي 15 ألف فرد سوداني فده تقدير غير رسمي من الجانب المصري لكنه تقدير مهم بيتكلم عن ما يقترب من 40 ألف سوداني وصلوا إلى الأراضي المصرية طبعاً اللي احنا بنعمله وتوجدنا كل يوم في نقطة ده لأن الشأن السوداني شأن مهم جداً جداً لمصر مش بس لأن مش بس عشان وحدة الأرض والتاريخ لكن في أسباب كمان مهمة جداً ومهمة الناس تكون عرفاها إن السودان هي دولة الجوار لمصر وإمتداد طبيعي وشعبها جزء من القرى الأفريقية اللي تعتبر امتداد طبيعي لمصر كمان جانب مهم من الجوانب اللي بتخلينا نهتم بده لأن طبعاً أي تطور بيحصل فيه دولة السودان الشقيق بيأثر على مصر من الناحية الجنوبية السبب الثالث والقضية المهمة اللي اتكلم فيها رئيس الجمهورية أكتر من مرة هي نهر النيل السودان شريك أساسي في هذه القضية كنا بنتواصل مع الجانب الإثيوبي في مفاوضات وكان بجانبنا الدولة السودانية طبعاً بعد تطورات الأوضاع في السودان ده بيأثر بشكل كبير على هذه المفاوضات وبيخلينا الحقيقة يعني نواجه هذه المفاوضات لوحدنا مع إثيوبيا لأن طبعاً ربنا يكون فعون أهلنا في السودان الأوضاع متدهورة والأوضاع كل يوم بتسوق الحقيقة وأي حد بيصل من الإخوة السودانيين إلى الأراضي المصرية بيحمد ربنا وزي ما بيقولوا كلا بيبوس إيده ووش وظهر وكلهم شايفين أن وجودهم هنا أمان ليهم في الفترة الحالية بنتابع كمان الصورة هنا من أسوان بنقابل كل يوم أشخاص جدد في قصص كتيرة ممكن تتحكي حوالين ده لكن بتواصلنا مع الأشخاص اللي احنا حتى تواصلنا معهم خلال الأيام الأولى في تخطيطنا المستمرة أكتر من أسبوع كل الأهالي اللي وصلوا إلى أسوان خلال الأسبوعين 80% منهم تقريباً انتقلوا إلى القاهرة زي ما شفت أنت في التعليل يا شامو زي ما شاف مشاهدينا بتستقبل كل القرى الأسوانية والقرى النوبية وبوسمبل وغرب سوهيل وجزيرة أسوان ومدينة أسوان وغيرها من المناطق أعداد بشكل دائم من المواطنين السودانيين إلى أن كل أسرة تاخد قرارها إذا قررت الاستمرار لأن طبعاً مهما كانت الفلوس اللي أي شخص قادم بها ما يقدرش يقعد طول الوقت فيه فنادق أو في إقامات دائمة بعضهم بيحاول يدور على شغل بعضهم بيحاول ينزل القاهرة ويندمج في المجتمع المصري اللي عنده أطفال بيحاول يخلي أطفاله ينتسبوا إلى المدارس وفي هذا الشأن حتى مبادرات مجتمعية لمدارس أهلية ومدارس خاصة وكمان وزارة التربية والتعليم بتحاول تسهل انتساب الأطفال إلى المدارس لحد ما تمر هذه المحنة لأن الدولة السودانية دولة مهمة جداً دولة جوار عندنا أبعاد كتير سياسية وعسكرية وأمن قومي لمصر عندنا موضوع نهر النيل وكلها أمور لازم تكون بتتاخذ في الحزبان وده يمكن ربما يكون واحد من الأسباب اللي بتخلينا ما زلنا متواجدين وبنتواصل بشكل يومي على الهواء علشان ننقل الصورة لأهمية هذه القضية وأهمية هذا الموضوع اللي بنأمل أن الأوضاع تستقر في السودان خلال الفترة القادمة يا شاب نعم أنا بشكرك جداً يا فريد شكراً جزيلاً على وجودك وعلى متابعتك طبعاً زمنا فريد إدوار كان معنا على الهواء مباشرة